حدثنا بشرو بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن حميدي بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثمين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الكذب بأن يقول الرجل في إصلاح ما بين الناس حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شيهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثمين بن طعقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا قالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وكانت أم كلثمين بن طعقبة من المهاجرات التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عبد الرزاق قال أخبران معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثمين بن طعقبة وكانت من المهاجرات الأول قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نم خيرا وقال مرة ونم خيرا حثنا أمية بن خالد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلمين ابن أخي الزهري عن عمه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن حثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد يعني ابن الهادي عن عبد الوهابي عن ابن شيهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثمين بنت عقبة قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصا في شيء من الكذب إلا في ثلاث الرجل يقول القول يريد به الإصلاح والرجل يقول القول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها حثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أمه أم كلثمين قال أبي وحدثنا حسين بن محمد قال حدثنا مسلم فذكره وقال عن أمه أم كلثمين بنت أبي سلمة قالت لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أم سلمة قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقيا من موسك ولا أرى النجاشية إلا قد مات ولا أرى إلا هديتي مردودة علي فإن ردت علي فهي لاكي قال وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية موسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة حسين إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميدي بن عبد الرحمني عن أمه أم كلثمين بنت عقبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نم خيرا حسين حجاج قال حدثنا أبن جريج عن أبن شيهاب عن حميدي بن عبد الرحمني بن عوف عن أمه أم كلثمين بنت عقبة أنها قالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم من الكذبي في ثلاث في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وقول الرجل لإمرأته حسين عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني حميدي بن عبد الرحمني بن عوف عن أمه أم كلثمين بنت عقبة قال وكانت من المهاجرات الأول قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نم خيرا وقال مرة ونم خيرا